اهلا بكم مشاهدينا الى حلقة جديدة من برنامج نقطة خبر نتبع فيها اهم الاحداث التي جرت في الاسبوع الماضي ونبدأ من المظاهرات الجماهيرية المستمرة للشهر الرابع على التوالي ودخول حكومة تصريف الاعمال شهرها الثاني حيث انتقد المرجع الاعلى في العراق السيد علي السستاني الاسبوع الماضي من سماهم الفرقاء السياسيين تأخير في تشكيل وستمرار المظاهرات الجماهيرية لشهر الرابع على التوالي ودخول حكومة تصريف الاعمال شهرها الثاني انتقد المرجع الأعلى في العراق السيد علي السستاني أمس من سماهم بالفرقاء السياسيين بسبب التأخير في تشكيل الحكومة وقال ممثل المرجع الديني في كربلا السيد أحمد الصافي في خطبة الجمعة أن المرجعية الدينية تؤكد موقفها المبدئي من ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال قراره السياسي وأن للمواطنين كامل الحرية في التعبير بالطرق السلمية عن توجهاتهم بهذا الشان والمطالب بما يجدونه ضروريا لصيانة السيادة الوطنية بعيدا عن الإملاءات الخارجية وبينا أن المرجعية الدينية تؤكد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الحقيقية التي طالما طالب بها الشعب إلى ذلك اقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خريطة طريق للتعامل مع الوجود الأجنبي في العراق فيما دعا إما إلى دمج الحجد الشعبي بوزارة الدفاع والداخلية أو التزامه الكامل بأوامر القائد العام للقوات المسلحة ودع الصدر في كلمة ألقيت نيابة عنه خلال المظاهرة المليونية التي انطلقت في بغداد أمس الجمعة والتي حملت عنوانا واحدا وهو السيادة إلى غلق كافة القواعد الأمريكية في الأراضي العراقية وخروج كافة القوات الأجنبية وغلق مقرات الشركات الأمنية الأمريكية والأجواء العراقية أمام الطيران الأمريكي وإلغاء كافة الاتفاقات الأمنية مع الولايات المتحدة وطالب الصدر الحكومة العراقية بحماية مقرات البعثات الدبلوماسية والسفارات وموظفيها لكافة الدول ومنع الانتهاكات ومحاسبة الفاعلين كما تعهد بإعلان توقف مؤقت للمقاومة حتى خروج آخر جندي ومعاقبة كلمة يحاول خرق الهدنة السيادية من أي الطرفين في حال الالتزام بالشروط المحددة ودعا إلى دمج الحجد الشعبي بوزارتي الدفاع والداخلية وفي حال عدم حدوث ذلك على الحجد الالتزام بكافة القرارات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة باعتباره جزءا من المنظومة الأمنية من جهته أيد رئيس الجمهورية برهم صالح دعوة الصدر إلى صيانة السيادة العراقية وقال في تغريدة له أن العراقيين مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة خادمة لشعبها معبرة عن إرادتهم الوطنية المستقلة بعيدا عن التدخلات والإملاءات من الخارج دولة ضامنة لأمنهم وحقوقهم في الحياة الحرة الكريمة دولة في أمن وسلام مع جيرانها وفيما يستمر الجدل بشأن الوجود الأجنبي في البلاد من عدم وجود أفق بشأن اختيار رئيس وزراء جديد أكد الخبير القانوني علي تميمي أن رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي كونه رئيس حكومة تصريف أعمال لا يستطيع إخراج القوات الأجنبية من البلاد وفي السياق ذاته يرى مختصون في الشأن السياسي أن رؤية الصدر تأتي في إطار العودة إلى السياق السياسي في إدارة الدولة مبينين أن الولايات المتحدة مستعدة لتخفيض وجود المدربين والمستشارين لكن تريد وجود دولة عراقية وحكومة جديدة للتفاهم معها فما هو المطلوب إذن؟ كما يراه مهتمون هو بالإسراع في تسمية رئيس الوزراء والذهاب لانتخابات مبكرة كونها هي الحل الحقيقي لمشكلات البلاد بعيدا عن القرارات والإجراءات العاطفية المتعجلة أيضا مع تأخر إقرار قانون الموازنة المالية للعام 2020 الذي تسبب بإيقاف عدة مشاريع مهمة وسط محاولات نيابية لإيجاد صيغة توافقية للخروج من الأزمة الراهنة تتواصل الجهود النيابية للتوصل إلى إيجاد ثغرة قانونية بشأن إقرار موازنة العام الحالي وسط عجز الكتل السياسية بإيجاد شخصية متفق عليها لرئاسة الحكومة المقبلة عضو مجلس النواب حسن فدعم قال إن اللجنتين القانونية والمالية تبحثان عن ثغرة قانونية لتشريع الموازنة لأنها تسير لتمشية أمور الدولة والمواطنين وأضاف أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها إرسال الموازنة لكن البحث عن ثغرة للتمرير ما زال مستمرا وتحدثت اللجنة المالية عن عجز مالي في موازنة العام الحالي يصل إلى نحو 48 تريليون دينار مع استمرار عجز الكتل السياسية في تشكيل حكومة جديدة وأكدت اللجنة المالية النيابية عدم وجود مخرج قانوني للمضي بإقرار موازنة العام الحالي دون وجود حكومة جديدة مضيحة أن إقرارها مرهون بالحكومة مقرر اللجنة أحمد الصفاري قال إن اللجنة المالية النيابية أرسلت كتابا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الموازنة في وزارة المالية للتنبيه فيه لذهاب المجلس إلى العطلة التشريعية وبين إن جميع التحركات النيابية بشأن تمرير الموازنة غير قانونية وأضاف إن قانون الإدارة المالية يوضح أن القوانين يجب أن ترسل من حكومة بالأصالة وليست تصريف أعمال يومية وأشار إلى أنه بحسب القانون النافذ ستعمل الدولة بموازنة واحد على 12 من الموازنة السابقة ويشمل الإنفاق التشغيلي فقط من الرواتب والأجور والمستنزمات اليومية عدى الموازنة الاستثمارية إلا أن نوابا تحدثوا عن أضرار التأخير بالتصويت على مشروع قانون موازنة العام الحالي حيث أكد النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي أن مجلس النواب مستعد لقطع عطلته من أجل تمرير الموازنة خاصة أنها مرتبطة بالصرف على المشاريع ورواتب الموظفين وفيها تعينات التي هي جزء من مطالب المتظاهري وعجزت الكتل السياسية منذ شهر تشرين الثاني الماضي في إيجاد خليفة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي والذي استقال بفعل الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ بداية التشرين الأول الماضي أما في تكريت فقد أدأت لكو في إنهاء أعمال مشروع مجسر الدلة وسط المدينة بالمواطنين إلى المطالبة من الجهات ذات العلاقة على هذا المشروع بضرورة الإسراع في إنجازه والذي تسبب بقطع أغلب الطرق وسط المدينة وغلق أغلب المحالة القريبة منه فضلا على الزهم المرري الحاصل أثناء الدوام تلك الحاصل في مشروع مجسر الدلة وسط تكريت دع المواطنين في المدينة لمطالبة الجهات القائمة على هذا المشروع بضرورة الإسراع لإنجازه والذي تسبب بقطع أغلب الطرق وسط المدينة وغلق أغلب المحال القريبة منه ناهيك عن الزخم المروري الحاصل أثناء الدوام صباحا الجسر ماكو يد عاملة كافية علي أولا فين المفروض الجسر يشتغل الجسر تدري يعني يراد لوقيت ويراد لأمكانية أكبر من اللي يشتغلون يعني شنو عشر عمال يشتغلون بجسر وقاطعين قلب المدينة المفروض يسرعون يجبون عمال يجبون مهندسين يا أخي تعال انت أقاف هسا صبوا الأرضية ماتة صارهم شهر ونص يشتغلون بس بالأرضية بعدهم ما بقذ من أي منجز المفروض يسراف عندنا المفروض يعني المشروع متقدم أكثر من هذا نطالب بعمارة جسر يعني الجسر راح يطول احتمام سنة سنتين ثلاث سنين خمس سنين وباقيته أربيل وسليمانية جاعد يعملون بيها وإحنا صلاح الدين من دمر دمار لا مجاري لا جسور لا طرق الطرق كلها تعبانة هكو تأخر بالمشروع؟ طبعا أكو التأخر هاي شوفت عنك باوع لها؟ نعم بعدهم يعني يشتغلون يوم وشهر يروحون مدير المشروع بينا لقناة سامراء الفضائية أن نسبة الإنجاز من المشروع وصلت إلى حد هذه اللحظة 33% من العمل وأن العمل مستمر سيتم إنجاز المشروع قبل الفترة المقررة داعينا المواطنين للتعاون معهم والتحمل لما عانوه طيلة السنوات السابقة من تأخر في هذا المشروع ومباشرنا صارنا أربعة أشهر طلعنا وحققنا إنجاز الفضل لله 35% الفعلي أما المقرر أو المكتوب 33% نحن الناس تعاني من تقول إنه ماكو عمل لا هذا المشروع كل عبارة عن مجسرين كل مجسر طولة يعني المجسر أي طولة 780 متر أعمالنا كلها تحت الأرض حاليا يعني 124 ركيزة خلصنا تحت الأرض بعمق 15 متر و60 ركيزة تحت الأرض بعمق يعني أحلى لحد الآن صابين فوق 6000 متر ومو كحف كونكرت هذه كمية مو قليلة إحنا الحمد لله وشكر قدرنا خلال هاي لتلتة شهر أنه نطلع نسبة إنجاز وتفوقنا حتى على جدول تقدم العم وإن شاء الله إحنا 810 يوم عندنا بعد سنة وثمانة شهر بس نوعد المواطنين إن شاء الله أقل من سنة ونص إن شاء الله يكمل المجسر وخلال شهر رح يبدون يشوفون الكولومات والأعمدة ويعد مشروع مجسر الدلة من أهم المشاريع العمرانية التي توقفت لسنوات بسبب الأحداث الأمنية إلى جانب العشرات من المشاريع الأخرى في المحافظة والتي لا زالت تنتظر التخصيصات لاستئناف العملي بها مجددا من مدينة تكريت مصطفى الوحادي سامراء الفضائي إلى الطوز حيث تعاني قرى قضاء الطوز وتعيش حالة من النزوح بالرغم من تحريرها منذ أكثر من أربعة أعوام قسم منهم نزحوا إلى محافظات أو مدن مجاورة والقسم الآخر كأقرانهم في محطة بلد إذا لا يبعدون عن قرىهم سوى بضع كيلومترات لا يبعدوا عن قرىهم بضع الكيلومترات إلا أنهم لا يستطيعون الدخول إلى منازلهم وإحنا من قرى أحليو الكبير ومضررين وصارنا تقريبا فوق الأربع سنوات متهجرين وبيوتنا فلشوها بالكامل وإحنا نطالبنا للحكومة نريد حماية نريد حماية للقرية نريد رجوحها نريد يعوضونا بالبيوت المهدمة فإحنا نازحين ونطالب الحكومة كل شيء يعني بحماية فوفرونا فد حماية جيبونا للقرية على مد ترجع العالم العالم يعني تدمرت راح مالها وحلالها وبشر كل شيء راح يعني منها تضررت فدنو تهجرنا سبع عشرة 2014 لحد الآن يعني ما أحد طالب ما أحد شاف الأوضاع على القرية لا مسؤول يجي ناشد رئيس الوزر حتى الآن ما نرجعنا النازحين تقريبا ما يقارب سس سنوات يعني نزحنا على قضاء الطوز على محافظة كاركوك يعني كل المناطق هذه المناطق توزعت توزعت تقريبا هذه القرى قرى حليوة والمجاورة إليها قائم مقام قضاء الطوز أكد أن ملف النازحين يحتاج إلى تدخل فوري من قبل الحكومة المحافظة والحكومة المركزية وبينا أيضا أن عدم السماح للعوائل بالعودة هو تواجد قوات عسكرية ويحتاج قرار لإخراج تلك القوات من تلك القرى موضوع النازحين لا زال يراوح في مكانه في أكثر القرى التي تابع القضاء تحتاج إلى تدخل فوري من قبل المحافظ في هذا المجال طيب اليوم منطقت شكرا لحل دون عودة أهالي مناطق الحليوات الجانب الأمني عندنا مستتب مشكلة ما عندنا لكن هناك جانب سياسي أعتقد ووجود قطعات عسكرية وفي قطعات عسكرية يعني هذا أعتقد تدري أنت الجيش من تقول لي أطلع من مكانك أيضا موضوع سعي تقول لي أطلع من مكانك تجل إلى القرار وإلى ما كان بديل موضوع هذا ولا تزال أكثر من عشرون قرية تابعة إلى قضاء الطوز لم يصبح لأهليها بالعودة إليها بحجج عدم استقرار الوضع الأمني في محيط تلك القرى من قضاء الطوز مصطفى الوحادي سامراء الفضائية أما في البصرة فقد افتتحت مديري التوزيع الكهرباء الجنوب محطة الجمهورية الثانوية بعد إعادة الصيانة والتأهيل التي ستساهم في تقليل الأحمال على عدد مناطق في مركز مدينة ألف من أجل المساهمة الفاعلة وزيادة تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطن البصري توزيع الجنوب تفتتح محطة الجمهورية بعد إعادة التأهيل ضمن المشاريع المهمة لهذا العام أكو ضوء أخضر للخطة الأولى التي هي بحدود 36 مليار العمل عليها حاليا وبالإضافة إلى الخطة التي تخص الجنوب طبعا هذا المبلغ الذي أحكي أنا 36 مليار لا يخص البصرة فقط لدينا خطة أيضا 324 مليار خطة التي هي تكملية التي يفترض أنه إذا نفذها يصير تنفيذ 24 ساعة تجهيز 24 ساعة كهرباء إلى جميع الجنوب بقدرة 31.5 في 2 MVA هذه المحطة ستسهم في تقليل الأحمال وتقليل التعار الكهربائي وتقليل الأحمال في مناطق الجمهورية وحيي الزهراء وجنينة ودور الضباط وحيي الرضا وحيي الرسالة وجزء من المحاربين هذه من ضمن سلسلة المشاريع الشركة العامة للتوزيع كهرباء الجنوب محطة كهرباء الجمهورية بعد عملية التأهيل والصيانة وبوقت قياسي المحطة التي ستساهم في تقليل الأحمال عن عدة مناطق في مركز المدينة هي محطة تحويلية تقوم بتحويل تيار من 33 كي في إلى 11 إن شاء الله راح تخف الضغوط والاختناقات بهذا الصيف القادم إن شاء الله محطة نيت تفرع منعتها 14 مغذي لها عبارة عن 14 منطقة وإن شاء الله الاختناقات راح تخف بصورة تدريجية محطة الجمهورة الثانية تأهلت بزمن قياسي 6 أشهر بجهود المديرة الشركة العامة تزييق كهرباء جنوب فرع البصرة وبكلفة 715 مليون زمنها كان قياسي رغم الظروف اللي مر فيها الوضع الأمني والوضع اللي صار بالبصرة بس الحمد لله شكر قدرنا أن نتجاوز كل هاي الأمور مديرية توزيع كهرباء الجنوب وضعت خطة استراتيجية لعام 2020 ليكون تجيز الطاقة الكهربائية في فصل الصيف للمواطن أفضل من الصيف السابق لقناة سامراء الفضائية ماجدة الصقر البصرة في موضوع آخر تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعزيز وجودها العسكري على جانبي الحدود السورية العراقية لأسباب عدة بينها مواجهة إيران بالتزامن مع ضغوط في بغداد لوضع مستقبل الوجود الأمريكي على الطاولة وضغوط من روسيا لتعزيز وجودها العسكري شرق الفرات بين تأكيد البيت الأبيض على استمرار الشراكة الاقتصادية والأمنية مع العراق والتعاون مع كردستان في الحرب ضد داعش مقابل حديث صالح عن السيادة وبحسب المعلومات التي نقلها تقرير أشرته صحيفة الشرق الأوسط عن مسؤولين غربيين أن هناك عشرة اقتراحات للتعاطي مع مطالب سياسيين عراقيين ببحث الوجود الأمريكي والحفاظ على دوات لمواجهة إيران هذه المقترحات تشمل ما ياتي التأكيد على أن أي بحث للوجود الأمريكي يجب أن يتناول أمورا أخرى أوسع من الجانب العسكري إذ علن المبؤوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد داعش جيمس جيفري أنه على البسؤولين العراقيين التفكير في العلاقة الثنائية التي تتجاوز مسألة الوجود الأمريكي وحظ حلف شمال الأطلسي الناتو على لعب دور أكبر في قتال داعش حل قررت واشنطن بموجب تفاهم مع بغداد إعادة الانتشار أو لانشغال القوات الأمريكية بضرورة الدفاع عن نفسها بعد تصاعد الضغوطات والتهديدات في الأشهر الأخيرة البحث مع رئاسة قليم كردستان زيادة الوجود الأمريكي سواء من حيث عدد الأفراد والقوات العسكرية التكامل بين الوجود العسكري غرب العراق وشرق سوريا وذلك أن معظم القوات التي انسحبت من شرق الفرات بداية العام أقامت في كردستان العراق الحفاظ على قاعدة النتف في زاوية الحدود السورية العراقية الأردنية البقاء على الوجود الأمريكي للتحالف الدولي ضد داعش في أجواء شمال شرقي سوريا وبقاء الحلفاء الرئيسيين بريطانيا وفرنسا منع القوات السورية والمؤالية لها من التقدم إلى قاعدة النتف والتزام قواعد الاشتباك ابعاد القوات الروسية عن الشريط الممتد من فيشخابور في زاوية السورية العراقية التركية إلى شمال يا بوكمال على نهر الفرات كذلك التمسك باتفاق منع الصدام بين روسيا وأمريكا في الأجواء الشمالية الشرقية لسوريا خاصة بعد تعزيز موسكو منظومتها الجوية في القامشلي استمرار حصول غارة غامضة على مواقع مشبوهة في البوكمال وحسب المعلومات فإن وهدا أمريكيا يقوم بجولة إلى لندن وبروكسل في الأيام المقبلة لإجراء محادثات مع مسؤولين أوروبيين لفرض عقوبات اقتصادية والاتفاق على تنسيق الخطوات في العراق وسوريا للضغط على موسكو ومواجهة نفوذ طهران بعد اغتيال سليماني والسؤال هنا إلى أي مدى يمكن أن تأخذ الأمور شكلا تصاعديا في ظل هكذا توترات تحيط بالمنطقة ننتقل إلى الاتفاقية العراقية الصينية التي ما زالت تثير آراءا وجدلا واسعا بين أوساط المختصين والمتابعين للشان السياسي مبينين أنها مبهمة حتى الآن بما يخدم أو ما لا يخدم مصلحة العراق فيما شدد وعلى ضرورة أن لا تكون خاضعة لسطوة الأحساب بالنسبة للاتفاقية بين العراق والصين هي أول شيء كانت مبهمة يعني المواطن العراقي لا لديه معلومة عن بلود هذه الاتفاقية بعدين الاتفاقية إذا كانت في أيدي صينية فمن يسمح لهم من الأحزاب أنه يمارسون نشاطهم في العراق وإذا كانت مقاولين عراقيين ثانوين فإن القضية تصبح أدهى وأمر باعتبار أنه المواطن العراقي إذا ما يعني المقاولة السلم المقاولة فإنه سوف يسيئل استخدامها ولا يأتي بالنتاج المرجوة فجميع الأحوال هنا نرجع إلى أس المشكلة هو الأحزاب المتصارعة المتعاكسة الاتجاهات هي التي تحاول أن تهيمن على المشهد وتحاول أنه تستفيد من أي اتفاقية زيارة السيد رئيس الوزراء البستقيل عبد المهدي ويوفد المرافق الكبير والمحافظين وفي الشأن الاقتصادي أيضاً نهبه مع الأصيد هذه الاتفاقية أعتقد هي يعني ما بين بين لصالح العراق أم لغير العراق لأن هناك صار لغط على هذه الاتفاقية لكن أحنا كمتابعين للشأن السياسي وكشعب عراقي طبعاً نحن بحاجة إلى هذه الاتفاقيات لأن العراق مر بظروف قاهرة في قلاحة الاقتصاد وأعتقد الصين لها اليد الطولة في إعمار البلد منها تمتلكه من خبرات وشركات في الإعمار وكثير من القضايا في شتى المجالات اليوم الاتفاقية الصينية كان هناك عليها لغط كبير لكن نريد هذه الاتفاقيات باعتبار الاتفاقية العراقية الصينية هي ما يقال لها بروتوكول وليس اتفاقية الحقيقة هنا الإعلام شوية صلت عليها الضوء قبل فترة فالمدة مرتها 20 سنة عشرين سنة مع تغيير الأسواق وتغيير العملة وصعود ونزول الدولار هذا ما يكون فصالها العراق لأن العراق بلد هسا في السم مينامي منامي يعني ديريد يعيد البنية التحتية مالته فهي شي اتفاقيات لبلد مستقر حكومة موجودة الانتخابات تصير بشكل سليس أما هذا وضعنا مو وضع ما الاتفاقية دولة مدى الصين عشرين سنة أخيرا كشف مسؤولا عراقي رفيع المستوى عن وجود مؤشرات على أن الرياض تنصلت من مشاريع وهبات كانت قد وعدت العراق بها عام 2018 في ذروة انفتاحها عليه مرجحا أن يكون الموضوع له علاقة بالتصعيد الأمريكي الإيراني الأخير بخضب الأوضاع الداخلية المضطربة والمحيطة بالعراق كشف مسؤول عراقي رفيع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن بغداد تعتقد أن السعودية تنصلت من وعود قدمتها وربما تكون قد تراجعت عنها أو قرر تجميدها إلى حين استقرار الأوضاع في العراق وعضف أن بغداد لم تتلقى اتصال من الجانب السعودي منذ الاجتماع الأخير ولم تنفذ المملكة أي من وعودها ولفت إلى أن السعودية تعذرت أكثر من مرة عن البدء بمشروع الملعب والمدينة الرياضية بحجة عدم اختيار المكان المناسب لها في بغداد كما تأثرت بالهجوم السياسي من قبل مسؤولين مقربين من إيران لا سيما أنهم هددوا الرياضة وقالوا أن البلاد ترفض هدايا من الخارج وزاد الجفاء خلال الأشهر الستة الماضية مسؤول أخر في حكومة حيدر العباد السابقة والتي تمت عبرها أغلبية تلك الاتفاقيات والوعود السياسية قال أن السعودية عملت ضمن خطة أمريكية لمنافسة إيران داخل العراق إلا أن المسؤولين العراقيين وتحديدا تحالف البناء كانوا من أبرز المتصدين للتوجهات السعودية الأمريكية وفي آذار 2018 أعلن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قرر إهداء العراق ملعبا دوليا لكرة القدم وذلك بعد أيام على خوض منتخبي البلدين مباراة ودية في مدينة البصرة الجنوبية وسبقتها وعود سعودية خلال مؤتمر المانحين الذي أقيم في الكويت في الرابع عشر من شباط عام 2018 ويتضمن ملح العراق مليار دولار لمشاريع استثمارية في العراق وخمسمائة مليون دولار إضافية لدعم الصادرات العراقية في إشارة إلا قطاعي صناعة والزراعة وتوسعت العرض والهبأة على العراق من الجانب السعودي فقد تعهدت المملكة أيضا باستثمار كبير على المستوى الزراعي في بلاد الرافدين كما قدم سلسلة ووعود لمساعدة المدن المحررة والتي دمرت بسبب العمليات العسكرية واشتركت الإمارات مع السعودية بهذا الخصوص اتعهدت أبوظم ببعادة بناء جامع النوري ومنارته الحدباء في الموصل وعلى الرغم من حسم المسؤولين السعوديين لهذه المشاريع وغيرها وبلوغ بعضها مرحلة التوقيع النهائي مثل ما جرى بشأن بناء ملعب في بغداد بقيمة تصل إلى مليار دولار لكن لم يتحقق شيء على أرض الواقع حتى الآن ترجمة نانسي قنقر